طيب نروح لدكتور أشرف صبحي زي ما تكلمنا أنا وصار في بداية الحلقة النهاردة دكتور أشرف صبحي وزيلي الشباب والرياضة أطلق مبادرة هدفها نبذ التعصب بين جماهير الكرة المصرية المبادرة شعارها ليلة التعصب نعم للروح الرياضية هدفها طبعا أنها يعني توصل الجماهير وتشجعهم على أنه هم يقفوا في ظهر فرقهم بدون أي شكل من أشكال التعصب مهم جدا يبقى تبقى فرصة الحقيقة أنه يعني فكرة أنه المنافسة مش بالضرورة تتحول لخصومة حالة المحبة وحالة السلام لابد أنها تكون موجودة طول الوقت وخصوصا أنه زي ما قلت لحضراتكم في حالة فرحة المصر يعني في النهاية بطل دوري الأبطال مصري والكاس هيفضل على أرض مصر ونتمنى إن شاء الله أنه هذه المبادرة يعني تتخطى بقى حجز المبادرات وأعتقد الدكتور أشرة صبحي ممكن يكون عنده رؤية أطحف في الاتجاه ده بالتنصيق طبعا مع الاتحادات المعنية وأنا شو بكلم على كورة القدم بس أنا بكلم على كل الرياضات والاتحادات من الممكن حقيقة أنه نحن نحط مجموعة من ده إحنا كمان بنتكلم على أن الجمهور غايب على المدرجات ما بالحضراتكم لو المباراة دي كانت بحضور جماهيري بالشكل الكلاسيكي القديم يعني كان ماتش زي ده أنا بتهيالي لو تلعف في أي ملعب كان الملعب هيبقى ممتلع عن آخره فبالتالي مهم جدا نبص بقى إزاي ممكن نترجم ده اللوايح وقوانين نقدر نعمل بها يعني نظام كده كمان دلوقتي أحمد السوشيال ميديا هي اللي بتولع الدنيا بين الجماهير يعني مش بس في المدرجات دلوقتي السوشيال ميديا مش عارفة بقى يكون في رولز ولا قوانين ولا إيه ولكن بيحصل الفتنة بس في السوشيال ميديا تسمحيلي سريعا جدا عشان وقتين أقولك رأيي في موضوع السوشيال ميديا دي أنا رأيي أنه أي فتنة معمولة على السوشيال ميديا هي فتنة مفتعلة ومقصودة ده ينطبق مش بس على الرياضة ده ينطبق على الرياضة وعلى الفن وعلى السياسة بالضبط كده في ناس موجهة وفي ناس مدفوعة بتشتغل الشغلانة دي نبتم ليش حاجة تانية غيرها غير أنها تعمل فتنة وتعصب بين أو بتخدم بصالح معينة أو بتروج لفكر معين أو بتروج لشخص معين ده كله بيحصل بقى جزء من البزنس اللي حاصر على السوشيال ميديا ومن الممكن تعقبه ومن الممكن محاسبة القائمين عليه على فكرة إذا كان فيه إرادة لده يعني في جميع الأحوال